مملكة البحرين بالإضافة إلى إدارة المخاطر وغيرها من الموضوعات المهمة بحضور ممثلي صناديق التقاعد في دول مجلس التعاون بهدف تحقيق الاستدامة المالية للصناديق التقاعدية في ظل التحديات التي تواجه أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في الوقت الحالي من خلال تبادل الخبرات والتجارب التي تضمنتها أوراق العمل المعروضة في الندوة من قبل المختصين في أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية وذلك لتطوير حلول مبتكرة وفعالة من أجل مستقبل مالي أكثر استدامة وازدهارا لمواطني دول المجلس واختتمت أعمال الندوة بعدد من التوصيات تمثلت في ضرورة عمل تقييم دوري شامل للنظام التأميني كل ثلاث سنوات وتحديد التحديات وأثر التغييرات والإصلاحات على النظام إلى جانب تعزيز ونشر الوعي بمفهوم الاستدامة وأهميتها في مجال الصناديق التأمينية وتعزيز ثقافة الاستدامة والإطلاع وتقييم تجارب المؤسسات والدول في مجال الاستدامة المالية للتعرف على أفضل ممارسات والتجارب التي تم اعتمادها في مختلف الأماكن ترجمة نانسي قنقر